موسيقى الغضريف هي عبارة عن نوع من الأنسجة الضمة بتتكون الغضريف من خلايا غضروفية ولا تحتوي على أوعية دموية ولكن الغضريف بتحصل على غزاها والأكسوجين من خلايا العزام بخاصية الانتشار اللي هو تعريف انتقال الجزئيات من وسط زوتركيز مرتفع إلى وسط زوتركيز منخفط تعالوا تشوف كده أماكن تواجد الغضريف أول حاجة الغضريف بتشكل بعض أجزاء الجسم زي الأنف والأزن والشعب إنوائيا الرئتين ده غير إنها بتوجد غالبا عند أطراف العزام وخاصة عند المفاصل بين فقرات العمود الفقري وظيفة الغضريف هي حماية العزام من التأكل بسبب احتكاكها المستمر ببعضها ويسمى الإنسان بيحتوي على ثلاث أنواع من الغضريف أول نوع هي الغضريف الشفافة أو الزجاجية ودي بتكون قوية ومرنة زي الغضريف اللي موجودة في الأنف والشعب الهوائي للرئتين والأسطح المتمفصلة والنوع الثاني هي غضريف لفية ودي بتقول أكثر قوة ومتانة زي الأقراص الغضروفية الموجودة ما بين الفقرات وملطية الارتفاق العاني والنوع الثالث من الغضريف بتكون غضريف مرنة ودي بتكون من اسمها أكثر مرونة زي سوان الأزن ولسان المزمار اللي بيمنع مرور الأكل والمية في مجرى التنفس نيجي بعد كده للمفاصل والمفاصل بتتصنف إلى ثلاث أنواع حسب طبيعة النسيج اللي بيضبط لبين العظام وبعدها فعندنا المفاصل اللي فيها ومفاصل الغضروفية ومفاصل زلالية المفاصل اللي فيها من خصائصها أن العظام بتلتحم عند المفاصل دي بوسطة أنسجة نيفية بتتحول مع تقدم العمر إلى أنسجة عظمية ومعظمها لا يسمح بالحركة زي المفاصل اللي موجودة ببين عظام الجنجمة والمفاصل الغضروفية من خصائصها هي أنها بتربط مبين نعيات بعض العظام المتجورة ومعظمها يسمح بحركة محدودة زي المفاصل اللي موجودة مبين فقرات العمود الفقري وبرضو المفاصل الغضروفية لا توجد مبين جميع فقرات العمود الفقري لأنه لا يوجد مفاصل غضروفية بين الفقرات العجزية وبعضها والفقرات العصوصية وبعضها لأن الفقرات دي فقرات ملتحمة معا والمفاصل الزلالية من قصائصها أن هي بتشكل معظم مفاصل الجسم وبتكون مرنة علشان تتحمل الصدمات والمفاصل دي بتسمح بسهولة الحركة بحيث أن سطح العظام المتلامسة في هذه المفاصل بيتم تغطيته بطبقة رقيقة من مادة غضروفية شفافة ملساء مما يسمح بحركة العظام بسهولة وبأقل احتكاك والمفاصل الزلالية بتحتوي على سائل مصلي أو زلالي بيساهل من انزلاق الغضريف التي تكسوها أطراف العظام المفاصل الزلالية بتنقسم حسب نوع الحركة إلى مفاصل محدودة الحركة ومفاصل واسعة الحركة المفاصل محدودة الحركة هي المفاصل اللي بتسمح بحركة إحدى العظام في اتجاه واحد بس زي مفصل القوع ومفصل الرجبة والمفاصل واسعة الحركة هي المفاصل اللي بتسمح بحركة العظام في اتجاهات مختلفة زي مفصل الكتف ومفصل الفكر وبشكل مختصر كده المفاصل الزلالية بتتميز بأربع صفات علشان تلاهي موظفتها وأول صفة هي إنها مرنة علشان تتحمل الصدمات تاني صفة بتحتوي على سائل مصلي أو زلالي علشان تساهل من انزلاق الغضريف التي تكسو أطراف العظام عند المفاصل تاني صفة إن سطح العظام المتلامسة في المفاصل دي بيغطى بطبقة رقيقة من مادة غضروفية شفافة ملساء علشان يسمح بحركة العظام بسهولة وبأقل اعتكاك والصفة الرابعة إن المفاصل الزلالية بيوجد عندها الأربطة علشان تلبط العظام ببعضها عند المفاصل وتحدد حركة العظام في الاتجاهات المختلفة وعند غياب السائل الزلالي بالمفصل الرجبة بيحدث تآكل الغضريف التي تكسو أطراف العظام المكونة لمفصل الرجبة نتيجة احتكاك هذه الغضريف ببعضها مما يؤدي لصعوبة حركة المفصل وعلى المدى البعيد قد تتعرض العظام للتآكل أيضا ومن ضمن المنحوظات اللي لازم ناخد بنا منها إن المفاصل الزلالية والغضروفية بتحتوي على أربطة بتربط العظام ببعضها نيجي بعد كده للأربطة والأربطة عبارة عن حزم منفصلة من المسيج الضم النيفي بيتم تثبيت أطرافها على عظمطي المفصل ومن خصائص الأربطة إن هي بتتميز بالمتانة الكوية ووجود درجة من المرونة بتسمح بزيادة طنها قليلاً حتى لا تنقطع في حال التعرض المفصل لضغط خارجي وظيفة الأربطة هي ربط العظام ببعضها عند المفاصل وتحديد حركة العظام عند المفاصل في الاتجاهات المختلفة ومن أمثلة الأربطة عندنا الأربطة الموجودة في مفصل الرجبة وهي الرباط الصليبي الأمامي والرباط الصليبي الخلفي اللي بيربطه ما بين عظمة الفاغز بعظمة الكصبة والرباط الوسطي أو الداخلي وده بيربط ما بين عظمة الفاغز وعظمة الكصبة والرباط الصليبي الجانبي أو الخارجي وده بيربط ما بين عظمة الفاغز وعظمة الشزيع وبعض الحالات ممكن يحصل تمزق الأربطة وده بسبب حدوث التواء في بعض المفاصل زي الرباط الصليبي في مفصل الرجبة فبقى بشكل مختصر كده عندنا عظمة الفاغز بترتبط بعظمة الكصبة بواسطة 3 أربطة وهما الرباط الوسطي والرباط الصليبي الأمامي والرباط الصليبي الخنفي نيجي بعد كده للأوطار والأوطار عبارة عن نسيج ضم قوي وظيفة الأوطار هي أنها بتربط العضلات بالعظام عند المفاصل وبالتالي بتسمح بالحركة عند انكباض وانبساط العضلات ومن أمثلة الأوطار عندنا وطر أخيل وده أهميته هو أنه بيوصل ما بين العضلة التوأمية اللي هي عضلة بطن الصاق بعظمة الكعب وبالتالي بيساعد على حركة كعب القضاء ومن الحالات المشهورة دايما حالة تمزق وطر أخيل وتمزق وطر أخيل بتكون أسبابه بازل مجهود عنيف أو تقلص العضلة التوأمية بشكل مفاجئ أو إنعدام المرونة في العضلة التوأمية وأعرض تمزق وطر أخيل عدم القدر على المشه وسقل في حركة القدم وألام حدة وبيتم علاج تمزق وطر أخيل من خلال 3 أساليب معينة أول أسلوب هو استخدام الأدوية المضادة للإنتهابات والمسكينة للألام أو استخدام جبيرة طبية أو التدخل الجراحي وده بيكون في حالة تمزق الوطر كاملا ومن أبرز نقطة الاختلاف ما بين الأربطة والأوطار لما بيحصل تمزق للأربطة بيكون الالتقام بطي وبيستغرق مدة زمنية وده بسبب إن الأربطة بيغزيها عدد أقال من الأوعية الدموية على عكس الأوطار اللي بيوصلها دم أكتر من الأربطة ومن النوقات المهمة اللي لازم برضو نفت بلنا منها هو الفارغ ما بين المنظر الأمامي والمنظر الخلفي لمفصل الرجبة عندنا المنظر الأمامي لمفصل الرجبة بيتم تحديده يأما عن طريق وبود عدمة الرطفة أو وجود لقمة واحدة بس في نهاية عدمة الفارغ في حالة إزالة عدمة الرطفة أو البروز الموجود في عدمة القصبة من الأمام وفي المنظر الخلفي للرجبة بيتم تحديده عن طريق وجود لقمتين في نهاية الفارغ أو زبور رأس عدمة الشازية كاملة من غير ما تكون عدمة القصبة مغطية على جزء منها وحتى كده إضافية تعالى نعمل مقارمة ما بين تمزق الرباط الصليبي وتمزق وطر أخيل تمزق الرباط الصليبي أسبابه حدوث التواء أو فقد الرباط مرنته أو تعرض مفصل الرجبة لضغط خارجي كوي إنما أسباب تمزق وطر أخيل هو بازل مجهود عنيف وتقلص العضلة التوأمية بشكل مفاجئ أو إنعدام المرونة في العضلة التوأمية وأعراض تمزق الرباط الصليبي عدم القدرة على المش وألام حادة وتورم سريع عند مفصل الرجبة وإنعدام السبات في مفصل الرجبة إنما أعراض تمزق وطر أخيل عدم القدرة على المش وألام حادة وسقل في حركة القدم بيتم علاق تمزق الرباط الصليبي باستخدام أدوية مضادة للالتهابات ومسكنة للألام أو استخدام جبيرة طبية أو التدخل الجراحي في بعض الحالات أو الرفع التامة وعدم بزل مجهود حركة وبيتم علاق تمزق وطر أخيل باستخدام برضو الأدوية المضادة للالتهابات ومسكنة للألام أو استخدام جبيرة طبية أو التدخل الجراحي في حالة لو كان التمزق كاملا وبكده نبقى خلصنا درس الدعامة في الإنسان بالكامل ما تنسوش تعملوا لايك للفيديو وتشتركوا في القناة لو لسه مش مشتركين اشتركوا في القناة